السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد مادة الرياضيات للمستوى الخامس صفحة 18 من كتاب المفيد في الرياضيات إذن هنا التمرين الثاني ألاحظ الزوايا إذن هذا تتم لدرس الزوايا ألاحظ الزوايا التي تكونها عقاري بالساعات ثم أصل كل منها بأياسها إذن هنا زوايا مختلفة تكونها عقاري بالساعات إذن هنا زاوية خط واحد أي زاوية مصائمية هنا زاوية نلاحظ أصغر من تسعون لأن تسعون هنا هنا زاوية مفتوحة أي أكبر من تسعون وهنا زوايا ظلعاها متعامدا نلاحظ هنا أن الزاوية تكون لنا هنا زاوية آئمة إذن ظلعاها متعامدا فهي زاوية آئمة إذن نصل هذه الزوايا هنا خط مصائم أي زاوية مصائمية وكما أنف الزاوية المصائمية يكون إياسها 180 درجة أي زاوية عبارة عن خط واحد فهي زاوية مصائمية وإياسها يكون دائما 180 درجة هذه الزاوية نلاحظ هنا زاوية أصغر من 90 لأن هنا الخط التعمد هنا زاوية أصغر من 90 إذن زاوية هنا حادة تسمى زاوية حادة ونصلها بزاوية أصغر من 90 درجة هنا زاوية مفتوحة هنا زاوية مفتوحة أي الزاوية المنفرجة وتعرفنا في الدرس الصابع بأنها تكون إياسها بين 90 و180 درجة إذن هذه الزاوية المنفرجة إياسها ما بين 90 درجة و180 درجة إذن نصلها بهذا وهنا زاوية لديها ظلعان متعامدان أي تشكل زاوية آئمة إذا إياسها 90 درجة إذن نصلها بـ 90 درجة إذن هكذا نصل كل زاوية بإياسها المناسب ننطئل إلى التمرين الرابع حدد ثلاثة أطفال إياس الزاوية آوسي فيما يلي أحمد قال بأن إياس هذه الزاوية هو 180 درجة هداية آلة 150 درجة وأمين 90 درجة من من الأطفال أصاب؟ إذن من من الأطفال أصاب في إياس الزاوية؟ إذن نلاحظ هنا آ أو سي إذن نلاحظ آ أو سي تتكون من زاويتين الزاوية الأولى إياسها 30 والزاوية الثانية إياسها 120 إذن مجموع هذه الزاوية سيكون 105 أيذن الذي أصاب هي هداية علي الجوابك لأن الزاوية آوسي يعني الزاوية آوسي تساوي مجموع الزاوية آ أو بي والزاوية بي آوسي أي 120 زائد 30 تساوي 150 درجة لأن الزاوية آوسي تساوي إياس مجموع هذه الزاوية وهذه الزاوية أيضا يعني جمعنا الزاوية آ أو بي والزاوية آ بي آوسي لتعطينا الزاوية آ أو سي يعني الزاوية كاملة تساوي مجموع الزاويتين أي أصل الأولى 30 والتانية 120 أي المجموع 150 إذن الذي أصاب هي هداية التمرين الثالث جميزير لزاوية الزاوية آ أو بي مجموع الزاوية آ أو بي آوسي والخط الذي به صفر منضبط مع خط الزاوية ثم نحسب صفر 10 20 إذن 25 درجة إذن إياس هذه الزاوية هو 25 درجة الزاوية الثانية بإثنان أيضا نفس الشيء ندعو مركز المنقلة على رأس الزاوية والخط منطبئ مع ذرع الزاوية إذن هنا 30 إذن 35 إذن إياس هذه الزاوية هو 35 درجة إذن هنا لدينا زاوية كما أن بين 90 و180 ستكون زاوية منفرجة إذن سنقص هذه الزاوية أيضا إذن هنا سأستعمل المسطرة لتحديد الإياس إذن هنا الخط إذن هنا 900 105 إذن إياس هذه الزاوية هو 105 درجة يمكنكم إطالة الخط باستعمال يعني إطالة هذا الخط أو استعمال المسطرة لتحديد إياس الزاوية بالضبط ثم ننتقل إلى الحصة الثالثة آلة شيماء رسم زينب خاطئ بكل تأكيد كيف عرفت شيماء ذلك إذن نلاحظ هنا في الرسم شيماء زينب رسمت هذا الرسم هنا الزاوية A أو B 34 و B أو C 56 لكن شيء ما آلة هذا الرسم خاطئ إذن نلاحظ هنا مجموع الزاوية إذن هنا لدينا مجموع الزاوية A أو C إذن كم ستساوي الزاوية A أو C؟ ستساوي أربعة وتلاتون زائد ستة وخمسون أربعة وتلاتون زائد ستة وخمسون تساوي صفر تسعون تساوي تسعون درجة والزاوية التي تساوي تسعون درجة يكون دلعها متعامداً أي زاوية آئمة إذن نلاحظ هنا الزاوية طبعاً غير آئمة يعني مجرد النظر إليها نلاحظ أنها غير آئمة إذن كيف عرفت شيماء؟ لأن ريس الزاوية تسعون والزاوية والزاوية A أو C إذن الزاوية A أو C إذن الزاوية A أو C ليست زاوية آئمة حسب الشكل لأن الزاوية مدام إياسها تسعون درجة يجب أن يكون دلعها متعامداً وهذه الزاوية غير دلعها غير متعامداً لذلك آلة شيماء بأن رسم زينب هو رسم خاطئ التمرين السادس المصائم D1 والD2 متوازين إذن المصائم D1 والD2 متوازين وهذا المصائم هو آطع لهما نلاحظ هنا وجود زاوية إياسها 136 وهنا الزاوية A غير معروف وهنا أيضاً زاوية إياسها 136 والزاوية B غير معروف السؤال ما إياس كل من الزاوية A والزاوية B؟ إذن نحن علينا حساب الزاوية A إذن نلاحظ هنا هذه الزاوية كما أنها هي زاوية مصائمية التي تعطينا خط واحد هي تكون زاوية مصائمية الزاوية المصائمية إياسها يكون دائماً 180 درجة أي هذه الزاوية مجموعة الزاوية اللون الوردي والأزرع ستعطينا 180 درجة إذن مجموعة هذا الزاوية 180 نحن نعلم أن هذه الزاوية 136 ونريد حساب الزاوية الأخرى إذن سنطرح 136 من 180 أي الزاوية المصائمية التي إياسها 180 سنطرح منها إياس الزاوية باللون الوردي حتى نعرف إياس الزاوية باللون الأزرع إذن 180 نائس 136 إذن 4 وأربع إذن إياس هذه الزاوية هو 44 درجة إذن نلاحظ هنا هذه الزاوية تساوي 136 والأخرى أيضاً تساوي 136 إذن نفس الإياس إذن الزاوية أيضاً ستساوي الزاوية B لأن مدام هذه الزاوية 30 لأن الزاوية B أيضاً سنحسبها ب180 نائس 136 إذن الزاوية A تساوي الزاوية B تساوي 44 درجة أي إياس الزاوية B أيضاً هو 44 درجة لأن الزاوية B والزاوية A متأيسة مدام هنا 636 وهنا 136 وننتقل إلى التمرين الثامن أرسم الزاوية B أو C بحيث يكون إياس الزاوية A أو C 90 درجة إذن هنا يجب أن تكون لدينا الزاوية آئمة بين A أو والC إذن سنوصم بهذه الطريقة إذن يجب أن يكون لدينا تعامل إذن إياس الزاوية 90 درجة يعطينا دائماً دلع الزاوية متعامل إذن هنا هذه الزاوية إياسها 90 درجة إذن نلاحظ إياس الزاوية A أو C هو 90 درجة إذن هذه الزاوية B أو C بحيث يكون إياس الزاوية A أو C 90 درجة أحسب إياس الزاوية B أو C إذن نريد أن نحسب هذه الزاوية إذن نلاحظ هنا بأن مجموعة هذين الزاويتين A أو B و B أو C هو 90 درجة لمعرفة إياس B أو C إذن سنطرح 30 من 90 إذن B أو C ستساوي 90 ناقص 30 لأن B أو C تساوي إياس الزاوية A أو C ناقص إياس الزاوية A أو B أي 90 ناقص 30 تساوي 60 إذن إياس الزاوية B أو C هو 60 درجة إذن بهذه الطريقة نحسب دون استعمال المنقلة التمرين السابع سنقل كل المزير دولانك B أو D سنستخدم لغاورتور إذن هذا نفس التمرين مثل التمرين الثامن سنحسب قياس الزاوية B أو D أي هذا القياس دون استعمال المنقلة إذن نلاحظ هنا جيدا في الشكل A أو B زاوية مصائمية إذن A أو B زاوية مصائمية إذن ماذا تساوي A أو B؟ الزاوية المصائمية تساوي 180 درجة لدينا الزاوية A يعني هذا القياس ككل كاملا يساوي 180 COA إذن زاوية COA تساوي 36 درجة COD هي زاوية آئمة إذن تساوي 90 درجة إذن COD تساوي 90 درجة وعلينا حساب الزاوية المتبقية إذن مجموع الزاوية A أو C والCOD والD أو B يجب أن يكون هو 180 درجة إذن لحساب الزاوية B أو D سنطرح مجموع هذه الزاوية من الزاوية الأساسية وهي 180 درجة أي الزاوية المصائمية إذن 180 ناقص يعني 180 هذه ككل نطرح منها هذه الزاوية COD والزاوية COA أي 36 زائد 90 إذن 180 ناقص إذن 36 زائد 90 تساوي 6 تساوي 126 إذن 180 نطرح منها 126 هنا ننزل بواحد 183 أربعة وخمسون إذن الزاوية B أو D تساوي أربعة وخمسون درجة إذن هنا ستساوي أربعة وخمسون درجة عندما نجمع أربعة وخمسون زائد 90 زائد 36 ستساوي 180 وهو إياس الزاوية المصائمية إذن دائما هنا لنستعمل من ألاف فقط نعتمد على إياس الزاوية المعروفة يعني كما قلنا هنا أربعة ونعلم بأنها تساوي 180 لأنها مصائمية هذه الزاوية تساوي 90 لأنها آئمة يكفي أن نجمع الزاوية الأخرى ونطرحها من 180 حتى نعرف إياس الزاوية المتباية إذن هكذا نكون قد أنهينا تماماين صفحة 18 من كتاب المفيد في الغياضيات للمستوى الخامس ترجمة نانسي قنقر